اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الملحد هو المنكر للدين ولوجود الاله اللاديني وهو الاسم الذي يفضله كثيرا من الملاحدة مع ان لفظ اللاديني يعني من لا يؤمن بدين وليس بالضرورة ان يكون منكرا للاله ومن الانواع ضد الديني وهو الملحد الذي يتخذ موقفا عدائيا من الاله والدين والمتدينين الربوبي وهو الذي يؤمن بان الاله قد خلق الكون ولكنه ينكر ان يكون قد تواصل مع البشر عن طريق الديانات اللا ادري وهو الذي يؤمن بان قضايا الالوهية والغيب لا يمكن اثباتها واقامة الحجة عليها كما لا يمكن نفيها باعتبارها فوق قدرة العقل على الادراك وكذلك من الانواع المتشكك وهو الذي يرى ان براهين الالوهية لا تكفي لاقناعه وفي نفس الوقت لا يمكن تجاهلها رابعا اسباب الوقوع في الالحاد والتأثر بالملحدين اولا ضعف المناعة الايمانية والجفاف الروحي فيصادف الالحاد قلبا خاويا فيتمكن منه كما هو الحال عند نقص المناعة الجسدية فان الجسم يكون بسبب ذلك عرضة للاصابة بالفيروسات المبوعة والامراض الفتاكة لضعف جهاز المناعة عن مقاومة هذه الامراض ثانيا ضعف العلم والثقافة الاسلامية الصحيحة فالامية الدينية خطر كبير وخاصة في ظل الانفتاح الثقافي ووسائل العولمة وثورة التقنيات الحديثة والاتصالات السريعة التي ادت الى سرعة انتشار المعلومات والاخبار بغثها وسمينها وقربها من متناول الايدي مع كثرة المواقع المشبوهة وكثرة ما يبث من شبهات عبر مواقع تواصل عالمية تساهلت حتى مع الشتم البذيء والازدراء الفاحش الذي يصدر من المتهجمين على الذات العلوية وعلى ذوات الانبياء والمرسلين وكما ان الالحات قد يصادف قلبا خاويا فيتمكن منه فقد يصادف ايضا عقلا خاويا فيفتك به وقد يقع الشاب بسبب ضعف المناعة العلمية ضحية لهذه الافكار الملحدة او تقود به الى ما لا يحمد عقباه ثالثا المعلومات المغلوطة والتصورات الخاطئة التي ترتسم في ذهن الشخص حول قضايا معينة سواء فيما يتعلق بالذات الالهية او مسائل القضاء والقدر ووجود الشرور والالام او مسائل الوعيد والعقاب الاخروي او حقيقة الدين واحكامه وتشريعاته او الفهم الخاطئ لبعض جوانب العلم الحديث او غير ذلك رابعا هناك عوامل نفسية وشخصية وهي كثيرة مثل الافراط في تقدير الذات ومحاولة الشخص اشباع رغبته بالشعور بانه الافضل وانه فوق الناس في عقله وذكائه وعبقريته وان الناس دونه فيجد في الالحاد وسيلة لاشباع هذه الرغبة محاولا اقلاع نفسه بان الالحاد قمة العبقرية والنخوبية وانه لا يبلغه الا اصحاب العقول الفردية وانه منهم وان كل من حوله مساكين رجعيون لانهم يؤمنون بالقوى الغيبية ويتبعون انفسهم ويتعبون انفسهم بالعبادات ويحرمونها من اللذات والمتع الجنسية وغيرها ومثل هذا النوع يتصف بسلاطة اللسان وكثرة السخرية والاستهزاء والازدراء بالاخر والاستعلاء بالنفس ومن هذه العوامل ايضا الافراط في الحرية الفردية الى درجة التكبر ورفض مبدأ الامر والنهي والرغبة في التحلل من التكاليف الدينية والقيود الاجتماعية والانسياق وراء الهواء وان لا مبالاة والطرابات الشخصية والامراض النفسية والوساوس القهرية وغيرها ومن العوامل النفسية ايضا محاولة التخلص من عقدة النقص والشعور بالدونية والتي تتسلل الى الشخص نتيجة الهزيمة النفسية وتنجم عن المقارنات الخاطئة بين بعض المجتمعات الاسلامية وغيرها وخاصة في مضمار العلوم الحديثية في مضمار العلوم الحديثة فتجده يربط كل نقص وتخلف يجده في بعض المسلمين بالاسلام ويربط كل نجاح وتطور يجده في الغرب او الشرق بالالحات واذا وجد عند المسلمين تطورا وازدهارا حاول ان يوهم نفسه بانه نتاج للبرالية والعلمانية وغيرها وليس نابغا من دينهم ليقنع نفسه بان الاسلام لا يمكن ان ينتج تطورا وازدهارا خامسا التطرف ايا كان النوعه دينا او اجتماعيا او غير ذلك والافراط في جلد الذات والتضييق على النفس والانغلاق العقلي بعيدا عن الشرع والعقل والفطرة مما يوقع النفس في النفرة فيأتي للحاد كردة فعل ساخطة ومن فقد بوصلة الاعتدال فقد تؤدي به الرياح في اي اتجاه يكون وفي الحديث هلك المتنطعون اي المتشددون سادسا انماط التفكير السلبية مثل الاندفاع والتسرع في تبني الاراء والسطحية في التفكير والغلو في الشك والطرادة في كل شيء واسقاط اليقينيات والغلو في الحس والتجربة والمادة الى درجة تعطيل العقل ومخالفة الضروريات والبديهيات وهناك مواقف كثيرة لملاحدة تظهر اثر الغلو الحسي في تعطيل العقل ومخالفة الضروريات التي لا يختلف فيها العقلاء ومن ذلك ايضا تقديس علماء الطبيعة والغلو فيهم والاستعداد لقبول اي فكرة صادرة من احد منهم ولو كانت محظو فريضة تقارب الخرافة والخيال وتناقض العقل الصحيح وتصادم معطيات العلم الحديث سابعا طريقة التعامل مع الشبهات والتساؤلات الكبرى وعدم التعامل السديد مع المستشكلين وسنفصل ذلك عند الكلام على العلاج ثامنا المصالح والاغراض كمن يرى في الالحاد وسيلة له لتحقيق مكاسب دنيوية ما تاسعا مؤثرات خارجية مثل رفقاء السوء وسلوكويات بعض المتدينين والممارسات الاجرامية للارهابيين ونشاطات الملحدين وضعف الامة والخطاب الديني المنحرف عاشرا الحرب النفسية التي تشن لبث الالحاد مثل الارهاب الفكري والتشكيك في عقيدة المؤمنين والسخرية منهم والازدراء بهم وتخييم الالحاد والمبالغة في تكثير عدد الملحدين وغيرهم